ومن الرباط ينضم إلينا الدكتور خالد مياري الإدريسي رئيس المركز المغربي للدراسات الدولية والمستقبلية أهلا بك دكتور على شاشاتنا الغد قبل أن ننخرط في رؤية المملكة لهذا الذكاء الاصطناعي ما هو تعريف العلمي والتقني للذكاء الاصطناعي دكتور خالد وما هي أهدف ضعنا في أهدف هذا المنتدى بصائل خير وشكرا على الدعوة أولا الدكاء الاصطناعي كما يعرفه المختصون هو علم وهندسة صنع الألات الذكية يعني تقريبا للمشاهد الكريم الدكاء الاصطناعي ومحاولة محاكاة الدكاء البشري عن طريق ألات وهذه المحاكاة يبتغى منها مضاهات الدكاء البشري وحتى العجز الجسم البشري على تحمل أعمال معينة طيب دكتور وبالطبع الدكاء الاصطناعي اليوم أكمل الفكرة أكمل فكرتك بالطبع الدكاء الاصطناعي اليوم يعني هو يحيط بنا من كل جانب وإن كان أغلب الناس لا يعون ذلك فهو يوجه الحياة اليومية وسيوجه أكثر الحياة المستقبلية في كل المجالات دكتور خالد يعني بحثت في هذه النقطة وربما جاء في متنى التقرير المساهمات لهذا الذكاء الاصطناعي في مجال الاقتصاد الدولي والعالمي ربما تصل إلى نحو 16 تريليون دولار كيف يمكن للعالم العربي والإسلامي الوصول إلى هذه الرؤية إذا كان الإنفاق فقط 1% من الناتج المحلي لكل دولة في مجال العلم والتكنولوجيا دكتور خالد أعتقد أن الأمر أمر الولوج إلى العصر عصر الذكاء الاصطناعي هو أمر حتمي ومسألة حياة أو موت حضارات بكاملها ولذلك يتم الحديث الآن في الصراع الجيو السياسي الدولي على أن من يملك الذكاء الاصطناعي سيملك العالم مستقبلا العالم العربي معني بأي شكل من الأشكال يعني بعيدا عن الإيديولوجيات والسجلات السياسية هو معني اليوم بتفكير في سياقة سياسات علمية موحدة وبالأخص في سياسات بناء ذكاء الاصطناعي باعتبار أن هناك مجموعة من الأطر والمؤهلات والكفاءات العربية المشتتة في بلاد المهجر في أمريكا وفي فرنسا وفي أوروبا وفي سنغافورة وفي مجموعة من الدول ولها المقدرة على تحقيق نهضة علمية عربية كيف سيتم ذلك؟ يجب أولا إعادة النظر في البرامج والمناهج التعليمية في الجامعات وبلفل حتى في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي لتأهيل الطلب والباحثين العرب لولوج عاصر تفكيره تفكير جديد جدا وهذا يتطلب بالطبع إرادة سياسية وإرادة تشارك حتى في هذه النقطة يا دكتور خالد هي نقطة لها أبعاد وتغيرات في عالمنا العربي المناهج ليست على قلب واحد في كل البلدان العربية أيضا اللغة التي يتم التدريس بها مختلفة ضعنا في رؤية المملكة يا دكتور خالد في هذا الإطار وتدريب وتأهيل الكوادر للوصول إلى هذه التقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مجال التنمية سواء التنمية البشرية أو التنمية بوجه عام يا دكتور المملكة المغربية تعي جيدا التحدي المطروح العالمي وكما تعرفون بأن المغرب دخل في سياسة استقطاب استثمارات عالمية كبيرة في قطاعات تكنولوجية أساسية مثلا صناعة الطيران والسيارات وغيرها من القطاعات مثلا قطاع الطاقات المتجددة هذا الانخراط الواعي يتطلب بالطبع تبني رافعة أساسية رافعة علمية وهي الذكاء الاصطناعي لأنه مكون أساسي في تكنولوجية اليوم وتكنولوجية الغد ولذلك مثلا وزارات التعليم والبحث العلمي في المغرب أعلنت أنها ستخصص يعني ميزانية كما أشرتهم في التقرير لطلب عروض في بحود الدكاء الاصطناعي كما أنه عقدت في مجموعة من الجامعات منتديات ولقاءات تفكير حول الدكاء الاصطناعي هناك الآن القطاع الخاص في المغرب يستطمر في مجال التعليم في هذا المجال وهذا تبشرع كلية هندسة الدكاء الاصطناعي لتخريج مجموعة من المهندسين في المغرب يعني مدة تدريس مدة خمس سنوات متخصصة بالدكاء الاصطناعي هناك مثلا الآن توفر المركز المغربي للبحث العلمي والتقني على جهاز حاسوب عالي للأداء وهذا يعني باب التشجيع للبحث العلمي في هذا المجال الرهال الآن في المغرب هو على العلاقة الوطيدة التي يجب أن تكون بين القطاع العام والقطاع الخاص ليس هذا فحسب يا دكتور ربما الرؤية أبعد من ذلك من مسألة القطاع العام والخاص في أي دولة حتى لو كانت في المغرب يا دكتور حضرتك منذ قليل ذكرت من يملك تكنولوجيا نوهاو زمام الأمور هو من يتحكم في كل شيء هل هناك أي جسر للتعاون ما بين الدول العربية ما بين المغرب وغيرها من البلدان العربية والإسلامية مع من يملك زمام التكنولوجيا من يملك النوهاو أو ربما من يحرك الأمور تكنولوجيا وعلميا في العالم يعني فكرة التعاون العربي العربي ممكنة أعتقد كما أشرت في البداية يجب الترفع عن جميع الحزازات السياسية التي يمكن أن توجد بين مختلف الأقطاع العربية الآن يجب البحث والتفكير بوعي مستقبلي متجرد من كل الحزازات والتحفظات لأنه مسألة اختيار مستقبلي لا مفر منه إذا لم يكن هناك تعاون عربي عربي من أجل بناء استراتيجية واعدة في السنوات والعقود المقبلة لتكاتف الجهود لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال فسنكون خارج الزمن وتعرفون بأن على مستوى الاتحاد الأوروبي هناك سياسات موحدة في الدكاء الاصطناعي هناك اختلافات في الرؤى بين الدول ولكن هناك سياسات موحدة في هذا المجال لأنها تخشى من الهيمنة الأمريكية كما أن روسيا بدورها لها شراكات مع الصين وغيرها من الدول لتحقيق تنمية بحتية متزنة وسريعة في هذا المجال شكرا جزيلا دكتور خالد ميار الإدريس رئيس المركز المغربي لإدراسات الدولية والمستقبلية ضيفنا من الرباط شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا دكتور